أعتقد أن قلت لك أن مطالب الدول والخليج واضحة وأيضا قطر كانت جزء من حلف مجلس التعاون الخليجي في الأحلاف السيادة الوطنية لصالح العام والأمن والدفاع وحتى دخول المواطنين بالبطاقة المدنية هذا أيضا انتقاص من السيادة لكن هذا إيجابي التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين هذا تدخل في الحقيقة وانتقاص من السيادة الأخوة في قطر يمارسون هذا الدور صار لهم 20 سنة صار لهم يمارسون 20 سنة هذا الدور وبالتالي طلب منهم أن يكفوا عن هذا الموضوع التدخل في الشؤون الداخلية مبدأ ترفضه دول مجلس التعاون الخليجي في الشارتر اللي عندهم في الجامعة العربية الأمم المتحدة أحد مبادئها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية